بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نقوم بعمل كفتة بالحم ديكرومي مفروم كفتة اليوم ليس نقوم بعمل كفتة اليوم نقوم بعمل كفتة لنقوم بعمل كفتة صحينا وعناء لنستعمل احنا 500 جرام لحم مفروم لحم ديكرومي راس بصل قطعناها وعناء مع دنوس قطعناها وعناء مع دنوس مغرفتين جبن مرحمة ملح كعبتين عظمة وبيضتين وعناء مغرفة سميد ومغرفة فارينة ومغرفة زيت ومغرفة ملح ومغرفة كوركم واللي كل شخص يحب يضيف لها نعنيعس مغرفة كل شخص يحب للمراحل حاجة بحاجة اخذ الحم 500 جرام حم 500 جرام الحم اضيفة فوحوم اضيفة الملح مغرفة مغرفة ومغرفة ومغرفة نضيفة كوركم مغرفة كوركم كوركم اضيفة كوركم اضيفة الملح كوركم اضيفة كوركم كورك كورك بص اضيفة كورك مغرفة ومغرفة اضيفة المعدنوس المغرب تسوك المغرب المغرب تقتمي تكفية المغرب تمز كثير ثم تضيف جبن مرحي وضيف من غرفتين جبن مرحي وضيف مغرفتين جبن مرحي وضيف مغرفتين جبن مرحي وفرشع كل شيء يضيفونها يجب ان تضيف بعضها ما يظهر كلها تضيف في الحم ومكونات القول تضيف بعضها نضيف الفارينة و السميد مغرفة 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 سميد ارتب و مغرفة فارينة ندخلهم في وصفك الحم والمعدنوس والبصل اللي حضا هنا اللي نتحسها شاحة اللي نتحسها شاحة كأننا اخذنا الحم بش نغطسه في الفارينة و بعد نغطسه في العضب نضيف الفارينة و السميد بشي يبس الحم و يشت بعضه مكونات الكل تدخل في بعضها و تشيح مكونات الكل تدخل في العضب مكونات الكل تدخل في العضب و تدخل في العضب مكونات الكل تدخل في العضب مكونات الكل تدخل في العضب مكونات الكل تدخل في العضب という مكونات الكل تدخل في العضب مكونات الكل تدخل في Maximum chickpeas هذه الكفتة جاهزة وحضرنا الماء يغلي ونستغل الماء يغلي نطيب شربة ونطور فوقها الكفتة لكي لا نضيع الماء يمشي كاكا سوف نطيب شربة مضبوطة نضيف ماء يبدا ونضيف ماء زيت لنضيف ماء ونضيف ماء ونضيف ماء ونضيف ماء هذه الكفتة لدينا جيزة فنبدأ تجدها سهلة حاضرة حاضرة لا تتعبش روح تعمل لها الزيت لا تدورها او تركبها او تحضرها تجدها سهلة مجرد من هذا الترايف نستويه وننقوها كما ترى فنضع الماء يسخن على النار والكسكاس مقفول لنقوم بحضر الكسكاس ونقوم بحضر الكفتة كما ترى تبدأ زيته من الأخر ونقوم بحضر الكسكاس لنقوم بحضر الكسكاس الكسكاس ونقوم بحضر الكه ki أسترتك ههذي المرقة لنقوم بحضر شرد الكافتة لنقوم بطرايف بحضر دجاج عالق قaق بطاية هذا الكس كاس متاعنا لا يأخذ برشة وقت يجب أن يكون الماء سفون لكي لا يسيب الماء لبيض كما رأيت اليوم كما رأينا الكفتة لدينا 40 دقيقة عرينها لعشرة دقائق نصف ساعة تفور مغطية بعد 10 دقائق كما رأيتها وهي تساعد برشة الأطفال والذي أحبها حارة يجب فلفل أحمر والذي أحب أن يأكلها في المرقة يجب طيب سوست ويرميها في السوست كأنها مرقة بالكفتة كما نعمل مرقة كعابر وبننا برشة استعملنا اللحوم البيضاء تنجموا معها اللحوم الحمراء تنجموا بها صندويتشات أكلها نافعة للكبار والصغر ومهيش مقلية حاولنا نقص الزيت للمكسيمون أقل حاجة قليلها في الزيت وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتأكلوا بالشفاء ترجمة نانسي قنقر